صباح الخير او مسائل الخير عليكو ايان كان الوقت اللي انتو تسمعوا في الفيديو برحب بكل المشتركين معي في القناة كمان برحب بالمشتركين الجديد بقولكو اهلا وسهلا بقولك لو انت لسه جديد معينا او مرس معنا اصدر اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اه بشكركم اه بحب تعليقاتكم الايجابية اه اه كمان الناس اللي اتدعيه لي كتير انا جمان بقولكو ليكم مثل ما قلته ان شاء الله وانا كمان بحبوكو كتير اه هنقول مع بعض النهاردة التوقعات العاطفية اه لموليد برج سراثان ان شاء الله اه وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان اه بعد كده هقول التوقعات العامة وعن المال والصحة والعمل واه وهتكلم بالتفصيل عن المنفصلين والعزاب اه سواء في زواج او لقف الفترة اللي جاية او ارتباط او في رجوع ولا لقف الفترة اللي جاية او الارتباط اه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكو كل الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله اه نبدأ مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا برج السراثان اه هبدأ بالطاقة بتاعتك الاول اه انا شايفة بالطاقة بتاعتك حلوة جدا انت عندك عجلة تلحظ اه فشكلها فترة جايلك فيها تغيرات كتير اوي في حياتك في المرحلة اللي جاية ان شاء الله اه من القراءة كمان قدامي ان شايفك انت نفسك نويت تغير حاجات كتير اوي في حياتك في الفترة اللي جاية اه فدي عجلة الحظ شايفك كمان برج السراثان اه ممكن تكون بتتعامل مع شخص من برج الحوت او من اي برج مائي اه سواء اه عقرب سراثان حوت اه الشخص ده ممكن يكون اصغر منك في السن او انت اصغر منه اه ومن الشرط كمان اصغر يعني ممكن يكون شخص مختلف عنك يعني في طريقة التفكير يعني ممكن تكون انت عقلك اكبر منه اه في عرض حب جايلك اه وممكن للمنفصلين يكون ده عرض رجوع اه اللي بعد كده بيقول لك انت جايلك فعلا عرض عرض قوي جدا في حب في عطاء في رقاء في استقرار اه اه في حياة سعيدة جدا في شخص انت منصفل عنه هو بيرقبك لبعضكو هو بيرقبك هو ممكن يكون كمان سبب الانفصال المادي اه انا شايته بيشتغل على نفطه بيشتغل على العلاقة وعايز يطور من نفطه عايز يجي لك اه وهو يعني هو سبك وهو في حالة وعايز يغير نفطه خالص ويجي لك بشكل تاني خالص هو بيشتغل على ده حاليا ده بالنسبة لبعضكو ده اللي موجود في الطاقة عندك يا برج السرطان الابراج اللي موجودة معي في القراءة برج الاسد آآ برج العزراء برج الاسهد ظاهير لي مرسين العزراء الخوس الجوزاء الحوت آآ وبرج السرطان ممكن بعضكو بيتعامل مع شخص ازاي برج السرطان برج السور آآ دي الابراج اللي موجودة معي في القراءة الطاقات مائية هوائية آآ الترابية والنارية برضو موجودة زي ما قلت في القوس وفي وفي الاسف آآ نبدأ مع بعض القراءة آآ القراءة يعني انا شايفة للبعض آآ يعني كتير ظاهر عندي آآ منفصلين حتى في الطاقة كتير ظاهر عندي منفصلين انت في توضع انفصال يا برج السرطان آآ انت بتفكر في الشريك جدا آآ بتفكر في كل حاجة حصلت بينكو آآ ممكن كمان تكون دي طاقة الشريك هو كمان بيفكر فيه يفكر في ذكريات يعني الاكتر التفكير في الذكريات او حاجات جميلة حصلت بينكو الانفصل دا حصل كمان آآ ممكن يكون آآ كان فيه مشادات آآ كلامية كان ممكن يكون حصل منك تطاول على الطرف الثاني او الطرف الثاني حصل منه تطاول عليك يا برج السرطان يعني كان فيه حاجة يعني آآ كلام حاد دا معنى اصحة فيه رضب آآ فيه كلام حاد آآ فيه مع كده فيه زعل وفيه ندم آآ على الكلام اللي تقال او على الكلام اللي انت سمعته او اللي انت تكون ممكن تكون من انت اللي قلته وفيه ندم كبير فيه زعل آآ فيه زعل على العلاقة نفسها فيه زعل على الشخص نفسه آآ فيه آآ آآ زعل على زكريات آآ انت والصرف الثاني آآ يعني زعلته قوي على اللي حصل او على الكلام اللي قلته يقول بعض دلل بعض منكم طبعا بس انا بقول الطاقة اللي زهرة قدامي في الوقت الحالي آآ بعضكم يعني ممكن يكون حصل علاقة ثلاثية او فيه اطراف تانية تدخلت في العلاقة آآ انا في العلاقة دي مش شايفة علاقة ثلاثية آآ الطرف الثالث عاطفي بشكل واضح عشان اكون صريحة معكم مش طرف ثالث عاطفي بشكل واضح لكن فيه طرف ثالث ممكن يكون الاهل ممكن يكون الاهل تدخلوا آآ ممكن يكون كمان لبعضكم آآ حصل نقل كلام ليك او للشريك الكلام ده كان آآ يعني عن طريق آآ مش عن طريق يعني ممكن يكون كان غلق يعني حصل آآ يعني فيه امور بالنسبة لكم ما كانتش واضحة بعد اللي حصل ده كله حصل رحيبا فيه حد منكم طيب العلاقة ويمشي منها تماما بس ماشي هو زعلان وهو حزين وهو مقصور يعني مش ماشي لا منتصر ولا مقصود ولا رايح لحاجة ثانية ولا اي حاجة من الحاجات دي لحد ما ماشي من العلاقة سواء انسا او الطرف الثاني هو ماشي زعلان جدا آآ ماشي زعلان وحزين وندمان على حاجات كتير ندمان على حب على عطاء على آآ على عشرة آآ عشان كده بقول العلاقة دي فيها انفصال او الطاقة اللي مصها قدامي حالان هي انا شايتها فيها انفصال آآ شايت الحد ده ماشي فيه حب عنده قوي جدا لكن هو عايز يسيطر على مشاعره آآ عايز آآ يعني عايز يخرج نفسه برا الحالة دي عايز آآ ممكن يكون ده انت كمان ممكن يكون ده انت وممكن تكون شريكك بتتعامل مع بورد اسد آآ 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 وعايز بقى يعني سواء انت او هو بقى انت عايز تدي وش يعني عاوز تدي وش تاني خالط وتباين نفسك بصورة تانية خالط لا زعلان ولا مكتئب ولا حزين انت مسيطر انت قوي انت آآ يعني عايز تحسس الثرف الثاني بحالة غمود عندك آآ آآ لكن لو حد يعني بيسأل على رجوع آآ في رجوع آآ في رجوع في حب متبادل آآ انت توقع مروح آآ هتحصل آآ يعني هيحصل آآ آآ ثواصل تاني في الفترة اللي جاية آآ آآ هيحصل آآ 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 رجوع بشكل افضل من الاول بكتير يعني انت عندك يعني طلع لك يا برج السراطون احسن آآ آآ كرت في العلاقات العاطسية اللي هو الثاني وفينتكال في نفس انت كانت بعلاقة ونكحة ومستقرة آآ آآ فيها بتكيب آآ ماضي سيء وشاق جدا كان فيه متاعب ومشاكل كتير جدا كمان انتو بعضكم كان عندكم مشاكل مادية في العلاقة دي كمان آآ آآ كل ده بينتهي تماما في الفترة اللي جاية وهو اكيد مش هيكون في النص الاول من ستمبر لكن انت عندك علاقة آآ ممكن بعد ما توصل لحالة الاستشفاء دي او انك تكون مستقر او آآ انك تغير من آآ آآ من انتباعك او انت بتفكر كمان ممكن يكون بعضكم آآ فكر كتير في حاجات هو وعملها في العلاقة آآ وحبي تغير من شخصيته ممكن الحاجات اللي انت عملتها في العلاقة تكون حاجات كويسة على فكرة بس جات عليك بشكل سلبي يعني تكون اديك اكتر من اللازم فانت في الفترة اللي جاية انت هتغير من نفسك جدا آآ 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 يعني هتعد تستمى تشوف الشخص الثاني او الطرف الثاني هيعمل معك ايه؟ هو الاول هيديك ايه؟ هو الاول هيعمل ايه؟ هو الاول هيقدم ايه للعلاقة؟ بعد كده انت هتكون آآ رد الفعل يعني انت مش تامل فعل بعد كده ده الطاقة بتاعتك اللي انا شايفيها في الفترة اللي جاية ان شاء الله وعلى فكرة ده تفكير صح يعني لو ده تفكيرك آآ ده تفكير صح آآ لانه هو هيقدم معيك لحاجات كويسة جدا في الفترة اللي جاية آآ آآ بعضكم ممكن تكونوا متبعدين تكونوا في صفر يعني انت في صفر او هو آآ آآ في حد آآ فيكو مسافر او عايز يسافر آآ سواء انت او الشريك او يكون الطرف اللي مشي ده هو مشي آآ لصفر آآ آآ ومشي لصفر ممكن صفر ده العمل او لدراسة آآ بعضكم كمان آآ آآ في حاجات آآ زي ما قلت انت بتدور جوه نفسك انت هتاخد وقت مع نفسك تدور جوه نفسك انت عملت ايه في العلافة دي آآ هو عمل ايه آآ آآ ايه الاحسن اللي يحصل يعني انت خد آآ آآ لبعضكم هو خد آآ آآ الانفصال او الطاقة دي آآ شوية دخل فيها حاجات ايجابية ان هو يفكر بشكل آآ آآ ايجابي بعضكم زعلان وحزين زعلان حزين منطوي بيفكر في الماضي آآ آآ لكن الاكيد عندي في علاقة حب آآ آآ كارثين بيأكدولي فيه رجوع لشخص من الماضي آآ آآ في زواج آآ في علاقة بعد ما خصل فيها تدخلات وحاجات آآ آآ صعبة كتير خصلت فيها وتجريح بكلام ممكن للبعض فيكو آآ آآ يعني الشمس هتشرك على العلاقة زي من تاني آآ على قدم الكراءة دي آآ فيها كروت آآ زعل وحزن واتقاب وآآ 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 ندم فيها حالات كتير جدا صعبة آآ على قد ما هي فيها كروت كتير قوي جميلة يعني من أحلى الكروت اللي موجودة في الثارو آآ موجودة في القراءة دي فعني انت هو هيجيلك بعرض ان شاء الله الطرف التاني أو ممكن انت اللي تقدم العرض ده لكن في علاقة من الماضي فيها رجوع آآ آآ بالنسبة للعوذب آآ آآ يعني انت ممكن تكون عندك آآ انت ممكن تكون زعلان دلوقتي بعضكو بيفكر في ارتباط بشخص معين يعني في شخص مع معين في دماغك هو اللي انت بتفكر فيه ليل النهار مش شايف اي حد خالص غيره آآ الشخص ده في آآ بينكو ارتباط قريب ان شاء الله يحطن خطوبة هو كمان الشخص ده بيحبك في خطوبة وفي ارتباط وفي زواج آآ بعضكو والشخص ده ممكن يكون هو يعرفه ممكن تكون شخص قديم ممكن يكون شخص انت تعرفه من السفولة آآ ممكن يكون جار ليك او زميل في العمل آآ آآ المهم ان هو شخص معروف معروف بالنسبة لك اللي العزبين مش شخص آآ مش شخص جديد الشخص ده بيبابلك نفس الشعور يعني لو انت عايز تعرف هو الحد ده بيحبك ولا مش بيحبك الحد ده بيحبك جدا بس آآ لبعضكو هو مش بيبين يعني بيبين حاجة تاني خالص غير الجواء لكن هيحصل عرض حب آآ في الفترة اللي جاية ان شاء الله آآ هيحصل ارتباط آآ آآ في زواج آآ العلاقة في ترسين علاقة في خطوبة آآ للبعض منك للعزب للمنفسدين بيواجه عام انا القراءة هنا عامة آآ لكن آآ آآ في الفيديوهات اللي جاية هعمل قراءة للعزبين لوحدهم نشوف فيه ارتباط في الفترة اللي جاية او فيه حبة او فيه علاقات في الفترة اللي جاية وللمنفسدين لو فيه رجوع او كده بشكل خاص هفصلها لكن حاليا آآ بواجه عامة او فيه رجوع آآ فيه اشخاص هترجع من سفر او انت هتتافر لحد يا برج السرطان آآ فيه آآ رجوع لاشخاص من الماضي في حياتك واللي عزبين فيه ارتباط بشخص انت تعرفه قوي جدا. آآ يا كنت تعرفه من زمين لو انت دلوقتي ما تعرفوش او مش في حياتك حد هيرجعلك شخص آآ انتو كنت تعرفه بعد قبل كده آآ من فترة يعني او يكون شخص زميلك في العمل او يكون في نفس محيطك يعني في الحي بيعت جارك كده آآ شخص ده بيحبك جدا لو انت بتحبه هو بيحبك دي من ناحية القراءة العطسية النصيحة بتاعتك للفترة دي يا برج السرطان آآ برج السرطان انت بعضكو انا شايفك تعبان جدا ما بتنمش آآ بتحلم احلام وحشة او مش قادر او مش قادر بنام صداع تعب ارهاق انا شايفة الطاقة اللي بعضكو انت كتير بتفسر في حد من الماضي نصيحتك سبها على الله متفكرش في اي حاجة خالف في الفترة دي انت عندك حياة عيدة جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله اخرج من الطاقة السلبية دي لو بعضكو عنده الطاقة السلبية دي اخرج منها تماما آآ متفكرش في كل اللي حصل آآ آآ زي ما شفت في الطاقة هنا فقويلة التجريح بالكلام ممكن كمان التجريح بالكلام يكون هو ده اللي تعبك او مخليك يعني مش عارف تنام ممكن كمان تكون العلاقة السولاتية اللي انا شفتها لأ انت عندك مرخلة جاية سعيدة جدا ان شاء الله فيها استقرار اه شوية هتحس ان في حاجة نقصدك لكن استقرار نقدر بنقول عليه كويس كويس لحد يعني الى حد المية لحد المية كويس جدا في الفترة اللي جاية حاول بعضكم ممكن يكون بيقفر في حاجة تخص مادة يعني استشير يعني استشير حد يكون اكبر منك او يكون حد كبير في الليلة او يكون اا اا يعني اا حد اتصد فيه او اا يعني اي حاجة من الحاجات دي المهم انت محتاج انك تسمع لحد اا اا يكون عنده حكمة عنده حكمة وعنده مش تتكلم مع اي حد عشان انا شايفة لبعضكم هنا عنده حيرة فعلا محتار ومشايف اا محتار بين حاجتين ومش قادر يفتار ومش قادر يقرر فممكن ده سبب ان النصيحة بتقولك استشير اسأل حد يكون عنده حكمة يكون عنده اا اا يعني عقل يكون اكبر او بيقدر يوزن الامور اا حد يكون من العيلة كمان اا ممكن كمان يكون النصيحة انك تصلي وتدعي ربنا يعني هو اكبر حد لينا ربنا سبحان وتعالى انك تصلي وتدعي ربنا وتقرب من ربنا هو هينور بصرتك اللي انت مش قادر تشوف بها دي ربنا هينور بصرتك ان شاء الله وهتقدر تكرر وتقدر تخرج من الحيرة اللي انت فيها دي. اا الكراءة انتهت اا نوعا ما ايجابية اا بالتوفيق للجميع ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله. شكرا المتابعة برج السراسق.